وكما قلنا يا طلابي توفي في البصرة سنة 93 للهجرة وكان عمره 103 سنوات 103 سنوات أين توفي في البصرة سنة 93 للهجرة وعمره 103 سنوات وكان أيضا من أواخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم كان من أواخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم مكرر وفي أين في البصرة أي سنة 93 للهجرة كم كان عمره 103 سنوات هل هو من أوائل أو أواخر من مات من الصحابة هو من أواخر من ماتوا من الصحابة رضي الله عنهم هكذا قد أنحينا درسنا لليوم يا طلابي أتمنى أن تكونوا قد حددتم كل شيء في كتابكم ودونتوا حتى تحفظوه جيدا وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وهذه هي إجابة اختبر معلوماتي أريد منكم أن تنقلوها إلى كتابكم وأيضا تحفظوها جيدا وتم شرح هذه الأسئلة في الدرس هذه الأسئلة تم شرحها في الدرس أتمنى أن تكونوا دائما بخير وتكونوا دائما من المتابعين لدروسهم حتى تكونوا من المتابعين إن شاء الله كمتم بخير طلابي لقاكم في الدرس القادم إن شاء الله إلى اللقاء